باقي من الزمن تقريباً 3 أسابيع كلام طبعاً على مواجهة مصر والسنغيل وده يزود شوية من تركيزنا واهتمامنا بالفقرة الخاصة بالجي بي أس يعني في متابعة محترفينا في الخارج عشان نتطمن عليهم على مستواتهم قبل طبعاً ما يشاركوا مع منتخبنا الوطني ونتمنى ليهم مزيد من التقلق في الفترة اللي جاية بس قبل ما نروح للجي بي أس ونشوف أخبار محترفينا في الخارج اسمحوا لي أرحب بديوفنا الأعزاء محلل الكرة العالمية فاروق عصام سالخير يا فاروق سالخير يا أحمد أهلا وسهلا بيك ووسيم أحمد طبعاً بيشرفنا أهلا بيك وسيم أهلا بيك وسلم أحمد وأهلا بكل سلام مشاهدي جاهزينا النهاردة أنت در جوهرة صح؟ فعلا إن شاء الله يعني الأرقام والحكايات اللي أنا شفتها يعني مفاجئة إن شاء الله طبعونا هنعرضها على حضراتكم بس تعالوا نبتدي وناخد جولتنا في الجي بي أس والبداية هتكون في إنجلترا وتحديداً في ليفر بول مع نجمينا طبعاً المكسر الدانية في إنجلترا محمد صلاح كلنا تبعنا طبعاً محمد صلاح في نهاية الكارباو كاب ونهاية كاسل ربطة الإنجليزية واللي شارك فيه محمد صلاح بشكل أساسي أمام تشيلسي مباراة استمرت ماراتونية يعني دي المباراة اللي يطلق عليها ماراتونية 120 دقيقة وبعدها دربات جزاء كل الفرقة سددت حتى حراس المرمى ولكن أخفاق كيف حسم اللقب لصالح ليفر بول مع ماتش انتهى بنتيجة 11-10 ركالات ترجيح طبعاً ومعدل تقييمه في المباراة دي كان سبع درجات كان ليه محاولتين على المرمى كان ليه واحدة منهم خطيرة جداً كان ممكن تدخل لكن يعني مش فاكي روديجر تقريباً لشالها من على خط المرمى في اللحظات أو تياجو سيلفا تياجو سيلفا هو لشالها في آخر المباراة دقة تمريرات بلغت 74% وعشرين تمريرة صحيحة نجح في أربع التحامات أرضية من قص 9 ونجح في التحام هوائي واحد من قص 3 وخسر الكرة 13 مرمى وصنع فرصة وحيدة خلال المباراة ورفع رصيده من البطولات مع ليفر بول لخمس بطولات دوري انجلترا أو بريمير ليج دوري أبطال أوروبا أو تشامبيونز ليج السوبر أوروبي أو السوبر كوب كاس العالم الأندية وكاس الكارباو ده اللقب الأخير لحققه صلاح مع ليفر بول من صلاح نروح ل نروح لترزيجيه تركيا وترزيجيه الحقيقة يمكن استعد جزء كبير جداً من مستوى في الفترة الأخيرة وكان مؤثر حقيقة في مشاركته مع فرقته بيلعب طبعاً مع اسطنبول بشاك شهير شارك أساسي في المباراة الأخيرة لمدة 77 دقيقة في المباراة لجمعاته أمام فتح قارة جمرك والمعطش ده انتهى بخسارة اسطنبول بشاك شهير بنتيجة 2-1 وترزيجيه هو اللي أحرص هدف فريقه خلال اللقاء وقدر كمان يخلق فرصتين كان ليه 26 تمريرة سليمة من أصل 32 تمريرة بنسبة دقة 81% وقدر يساهم كمان في إنقاذ فرقته من 3 فرص أخفق في تسع التحامات أرضية ولم ينجح في المراوغة واستنبول بشاك شهير بيحتلح عليها المركز الثالث برصيد 46 نوتر هنفضل في تركيا بس هنسي بترزيجيه ونروح لمصطفى محمد جلاتا سراي التركي مصطفى محمد واحد من اختيارات كيروش طبعا شارك فيه الماتش الأخير لفرقته ولمدة 57 ديه والمباراة دي جامعة جلاتا سبور بريزا سبور التركي ماتش ده انتهى بفوز جلاتا سراي بنتيجة 4-2 ومعدد تقييمه في المباراة دي كان 6.8 درجة كان ليه محاولة وحيدة على المرمى خلال المباراة وكان ليه 10 تمريرات سليمة من أصل 11 تمريرة بنسبة دقة 91% قدر يعمل فرصتين أو يخلق فرصتين في المباراة ونجح في التحام هوائي واحد من أصل 3 التحامات وجلاتا سراي بيحتلح عليها المركز 12 برصيد 35 نوتر لسه في تركيا اللي بتضم طبعا أكبر عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج وهنسيب جلاتا سراي ونروح ده أحمد حسن كوكا اللي شارك طبعا أمام ألانيا سبور في الدوري التركي أحمد بيلعب لكونيا سبور شارك في مباراة الفريق الأخيرة وللأسف انتهت بخسارة إيلة بنتيجة 5-1 معدل تقييمه في المباراة دي كان 6.6 درجة كان ليه محاولتين على المرمى منهم مرة وحيدة بين القائمين وجاد في العرضة وكانت خلال المباراة دي كان ليه 9 تبريدات صحيحة من أصل 10 بنسبة دقة 90% نجح في الفوز بالتحام هوائي 1 من أصل 4 وكونيا سبور حاليا بيحتل المركز الثاني في جدل الترتيب برصيد 49 نقطة وبفرق 17 نقطة عن ترابازون المتصدر للبطولة وكونيا سبور هيواجه جلاتا سراي فرقة مصطفى محمد في الدوري في المباراة اللي جاي هنفضل تركيا برضو ولكن هنروح لأحمد ياسر ريان ولا ده أحمد أحمد ياسر ريان فعلا أحمد ياسر ريان شارك لمدة 10 دقائق بس في مباراة فريقه الأخيرة الجامعة فريقه ألتاي سبور أمام جازنتاب في الدولة التركي والمباراة دي انتهت بفوز فريق أحمد ياسر ريان ألتاي بنتيجة 3-2 معدل تقييمه كان 6.6 درجة وشارك مع فرقته في 18 مباراة أحرص خلالها أربع أهداف وصنع هدف وحيد ألتاي حاليا بيحتلل مركز 18 في جدول الترتيب برسيد 25 نقطة من أحمد ياسر ريان هنروح لكريم حافظ كريم حافظ اللي بيلعب لمدة تاي سبور وشارك كأساسي في المباراة الأخيرة لفرقته لمدة 90 دقيقة والمباراة دي كانت أمامها تاي سبور المباراة دي انتهت بخسارة فريق كريم بنتيجة 5-2 تقييمه في المباراة كان 6.9 درجة معدل تقييمه في المباراة ومرر 40 تمريرة منهم 31 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 78% لعب 6 كرات عرضية منهم 2 عرضية سليمة أو صحيحة ونجح في 4 التحامات أرضية من أصل 7 وانقص فريقه من فرصة وحيدة خلال المباراة ومالتاي سبور بيحتل حاليا من مركز العشرين والأخير في جدول الترتيب في تركيا كان فضل لنا كهرباء لكن كهرباء لم يشارك هذا الأسبوع مع فرقته وفي السعودية طبعا أحمد حجازي مع اتحاد جد غايب بسبب الإصابة فهنعدي على ألمانيا ونروح لشتوتجرت الألماني عمر مرموش لعب بولفسبورج الألماني والمعار لشتوتجرت شارك كأساسي لمدة 86 دقيقة في مباراة فريقه الأخيرة أمام هوفنهايم والمباراة دي انتهت بخسارة شتوتجرت بنتيجة 2-1 واحد معدل تقييم مرموش كان 6.4 درجة نجح في المراوغة 3 مرات من أصل 7 محاولات فاز ب6 التحامات أرضية من أصل 16 التحام وفاز ب4 التحامات هوائية من أصل 6 التحامات هوائية مرر خلال مباراة 26 تمريرة منهم 15 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 58% وشتوتجرت حلام يحتل المركز السبعتاشر في المنزليجة برصيد 19 نقطة نختم جولتنا مع مصطفى محمد التعاون السعودي ومصطفى الحقيقة بدأ مشواره مصطفى فتحي أنا آسف بدأ مشواره الحقيقة بحالة تقلق وتواهج كبيرة جداً مع فريقه التعاون وشارك الحقيقة لمدة 21 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة اللي تعدل فيها فريقه أمام الطائف الدوري السعودي مباراة تهت في جيت واحد واحد ومعدل تقييم مصطفى فتحي كان 6.6 درجة كان لي خمس تمريرات سليمة من أصل سبعة حاول مرة وحيدة على المرمى التعاون حالياً بيحتل المركز للتنشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة دي كانت أخبار محترفين في الأسبوع الأخير وخليني أروح لفريق التحليل معنا النهاردة وخليني أسمع رأيهم في مستويات محترفين في الدوريات المختلفة وخصوصاً أننا مقبلين على مباراة مهمة جداً مع السنغال في خلال فترة الثلاثة أسابية الأبرز والأهم من وجهة نظر فاروق فيما يتعلق بالمصريين المحترفين في الخارج فاروق يمكن أن الأسبوع هذا يلمين Career ومؤخراً ان تريسي جاي شيخ بدأ يستعيد مفرماً بالمهما يمكن الإصابة كانت الناس كتير توقعت أن التريزيجي شوية المشاط ده هيقل لكن بالعكس بنشوف أداء جيد جدا لأسبوع ده وقدر يسجل على الجانب الآخر بقى يمكن لعب المطالب شوية بإظهار المزيد من القوة وإقناع الجماهير حتى جماهير فريقه وإقناع جماهير المصرية ومصطفى محمد اللي جالة السرايب يعاني من أزمة كبيرة وبعد رحيل فاتح تريم حتى الأداء ما تطورش وحتى شوفنا المباراة يمكن أربعة اتنين ومصطفى محمد بقدرش يسجل وحاليا النجوم جالة السرايب يتعرضوا لهجوم كبير جدا من قبل جماهيرهم ومنهم ومن اللعبة دي مصطفى محمد اللي يمكن الجماهير احتفت به في بدايته مع الفريق وقدرته على تسجيل أكتر من هدف لكن هو متراجع منذ فترة وحاليا محمد شريف بنشوف أنه بيضغط في الدوري المصري وبيقدم مبارح مباراة جيدة جدا وعلى الجانب الآخر يبقى فيه منافسة شوية ما بينهم مباراة سنغال أعتقد أن محمد شريف هو الأجهز والأفضل حاليا طيب من الأسماء اللي احنا شوفناها خمسة استقرر عليهم كارلوس كيروش صلاح وناني من الدوري الإنجليزي مصطفى محمد من الدوري التركي من جلاتا سراي عمر مرموش من الدوري الألماني وتريزي جي كمان من الدوري التركي هل من الأسماء الثانية اللي احنا استعرضناها وشوفنا مشاركاتها مع فرقتها شايف يا وسيمي أن في حد يستحق أو عنده فرصة أن يكون متواجد مع المنتخب المصري في معسكره اللي جاي قبل المطشو بتاع السنغال لا يعني الحقيقة الأسماء زي ما احنا ذكرنا وحداك قلت الوقتي وشوفنا الإحصائيات ما فيش حد يمكن فرض نفسه بقوة أن يقول أنا أستحق أكون موجود مع كامل احترامي الأحمد حسن كوك أو كريم حافظ ما فيش حاجة قوية تلفت النظر تقول أنه أهل يستحق أن هم يكونوا موجودين خاصة أن مباراة مصرية مباراتي السنغال المباراتين يعني هم اللي هيحسنوا التأهل لازم يكون اللعيب في أعلى مستوياته سواء اللعيب اللي حد تسأل عليهم أو اللعيب الخمسة اللي تم ذكرهم أو تم استقرار عليهم يعني من قبل أصلينا فيه منكر وكتنازل تقول لك والله يا مصطفى محمد يعني بقى له كتير غايب عن التهديف سواء مع المنتخب أحدش بشكك في إمكانات مصطفى لعيب أنا قلت الحقيقة أنه أماشا تحتاج أنه لو اشتغل على نفسه واشتغل على المنتاليتي ممكن يروح لحتة بعيدة جد لكن مع المنتخب مع جراتس راي مش بيمر بأفضل أحواله وده بيطرح أنه يكون في أسماء تانية ممكن تكون موجودة صحيح لكن مصطفى محمد لما تجي ببص على البداية اللي موجودة من المحترفين في الخارج هيبقى قدامك كوكا كوكا نفس الكلام ما فرقش كتير عن مصطفى محمد ممكن بقى يبقى البداية زي ما قال فاروق تبقى بدائل محلية من الدوري المصري وزي ما اتكلم وقال أنه محمد شريف ماشي في فورمة كويسة فممكن يكون هو دوقتي الأجهز والأقرب لكن على مصطفى محمد أنه يراجح حساباته لأنه زي ما قلت هو واحد من العيبة اللي ممكن لو ركز في الملعب يبقى في حتة تانية تمام الكلام مرتبط بالتصريح قال له كارلو اسكيروش أنه تابع مطشاط الدوري المحلي وشاف أنه المطشاط ما أفرزتش القماشة أو اللعيبة اللي ممكن تلفت نظر وانت رايح على أهم مطشين في الموسم ده والموسم اللي فات والموسم اللي جاي لمنتخب مصر يعني مفيش حاجة أهم من إحنا نوصل كاس العالم والأسف المواجهة مع أنا بشوفه أقوى فريق في أفريقيا دلوقتي هو فريق السنغال خلينا نكون واقعيين ونشوف هل ورقة الكلام يعني ممكن يبقى ورقة زي مصطفى فاتحي عنده فرصة التواجد حد زي أحمد ياسر ريان حتى لو كان بعيد بقاله فترة ممكن يبقى ورقة يمكن استخدامها هي الواقعية بتقول أن كارلوس كيروش والجهاز الفني المنتخب مصري ليس هيقوم بتغييرات كبيرة في مباراتين مصريتين وقدمتين بعد بطولة الأمم خلاص أعتقد أن بطولة الأمم أثبتت أن الجيل الحالي للمنتخب المصري بينقصوا حاجات بسيطة جدا متصدر أو على قمة القرة بسيطة جدا بزمتك يعني بسيطة جدا دي هعطت تحتها خطوط حمرة كثير لا كأفراد كأفراد يعني كسكواد وأفراد وحاليا فعلا الدور المصري لو بصينا مش هللقي بيفرز المواهب اللي هي ممكن تدخل يمكن أحمد عبدالقادر فقط هو اللي أعتقد أنه لازم يبقى موجود في المباراتين القادمتين وإن كنت شخصيا يعني ما بفضلش الدفع بي في المباراتين دول عشان ما يتحرقش بدلا لأننا شوفنا العيبة كتير هو المركز ذات تحديدا عايزة أسمع علاقكم لتنفل حتة دي المركز ذات تحديدا عندي ثلاثة أسماء بتتنفس عليه مين الأصلح من وجهة نظركم في مطش السنغال قاهرة ومطش السنغال لأنه ممكن الأدوار تختلف في نفس المركز قاهرة عندكار عندي أحمد عبدالقادر عندي ترزيجي عندي عمر ماربوش أنا أعتقد أنه الثلاثة دول هم الأبرز في حتة الجناح الشمال في منتخب مصر في الفترة الحالية مين اللي هيلعب ولا مين الأصلح أنت أقولي من وجهة نظر اللي هيلعب مرموش اللي هيلعب مرموش مش هاي غاية الأصلح ترزيجي كمستوى حاليا وبعد ما شفنا تقلقه مؤخرا مع فريقه وخصوصا أنا عجبني جدا قررت ترزيجي بالرحيل عن أستنفيلة واختيار الفريق الصابق ليه لأنه هيبقى فريق خلاص كان قسم باشا بس يعني برضو أجواء الدوري التركي مش جديدة عليه واختار صح وأعتقد أنه هو اللي هيبقى موجود بشكل أساسي أحمد عبدالقادر حتى لو اتاخد المنتخب هتبقى مكافأة لي على مستوى لكن ما أعتقدش أنه هو ممكن يشارك بصفة السيئة وسيم أنا متفق طبعا مع فاروق ترزيجي بنسبايا هو رقم واحد دلوقتي وفقا للأداء اللي احنا بنشوفه الأسبوع الماضي مسجل هدفين الأسبوع ده مسجل هدف فترزيجي بنسبايا رقم واحد رقم اثنين عمر مرموش بحكم برضو المنافسة وشدتها ده رجل جاي من الدوري الألماني بس بيدخل معاه كمان حقيقة عبدالقادر لأنه بقدم مستوى عالي جدا وزي ما أنت قلت ممكن من المباراة للتانية تختلف الأدوار أنا بشوف أنه عبدالقادر تحديدا يتم استخدامه في المباراة الأولى في مصر لأن عبدالقادر لسه صغير في السن ما عندهش خبرات كبيرة أنه يلعب تحت ضغط هناك في السنغال وشوفنا ملعب الجديد ملعب رهيب جدا أنا شايف أنه يلعب هنا في وسط الجمهور وعيفنا أنه هيكون فيه موجود حواري 50 ألف متفرج عبدالقادر ماشي بفورمة كويسة في مصر هيقدر أنه هو جوه في المباراة الأولى في القاهرة ممكن يأخذ بعض من الوقت ويصنع الفارق في الخارج يبقى الأكتر الاعتماد على تريزي جيه وعمر مرموش زي ما حطيت هنا أنا شايفه بصراحة مباراة صعبة على عبدالقادر حتى لو هنا في مصر هتبقى مباراة صعبة أول الأخيرة في مصر أصعب واللي هنا في مصر هتحدد لك سيناريو دقاء طبعا والعيب يلعب مباراة الدولية الأولى ووسط 50 ألف متفرج أنا حيران للراجل يعني مش عارف السنغال جايلي هنا على أرضي ومطلوب مني أعمل نتيجة إيجابية هلعب معها إزاي هلعب معها جيم مفتوح وحاول أهاجمها وحاول أضغطها ولا هلعب معها متخفز عشان ما دخلش أو ما استقبلش هدف هنا السنغال تسجل فيك هنا هتصعب على نفسك السيناريو جدا يعني أنا أهم من التسجيل أنا أتمنى من منتخب مصر بس أهم منك أنت تسجل لك ما تستقبلش ودي نقطة مهمة وانت تلعب مع منتخب خطير عنده سرعات وعنده صحيح يعني برضو فتح الملعب زي ما أنت قلت هما تدخل فيك هدف هنا هتصعب الأمور عليك كتير جدا هنا جدا 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 طيب هروح للجوهرة المصرية اللي بتلعب في أسبانيا أعتقد لعب من فيا ريال معار لنادي ميراندس الإسباني تكلمنا عنه والحقيقة يمكن أنا من الأرقام والتحضير بتاع الحلقة اكتشفت أن واحد من أفضل الموجودين في أسبانيا في العالم كله طب عظيم تقدم هنا اسمه هايسام حاسم همكن الأسبوع اللي فات كنا تكلم بشكل عام أن في عندها لعيبة محترفين النهاردة منركز على أول اسم منهم وهو هايسام دي الخريطة الحارية بتاعت هايسام اللي بتباين أنه هو احنا النهاردة ذكرتلي وانت بتسأل عماطشو السنغال من يلعب على الطرف الشمال نشوف الخريطة الحارية هايسام هتلاقي أنه هو بيلعب على الطرف اليمين وطرف الشمال يقدر يلعب مكان محمد صلاح يقدر يلعب مكان تريس جيه وعمر مرموش عمره لسه 19 سنة بس مع الجنسية المصرية والمركز دا كله ما لدينا نسم الكربسة فيه كده يعني يعني احنا عندنا ما شاء الله في المركز ده ممكن تحط خمس ستة أسماء يعني مع عبدالقادر ومرموش وتريزيجين تبتقول لي فيه هايسام اللي هنتفرج عليه ونشوفه دلوقتي فيه عندك أحمد رفعة الحقيقة برضو خامة محترمة جدا عندك رمضان صبحي لو استعاد جزء من المستوى برضو خامة محترمة جدا يعني مركز مزدحم في مزدحم ولكن أنا من وجهة نظري إن القماشة بتاعت هايسام حسن مختلفة عن القماشة بتاعت اللعبة اللي انت قلتها كلهم مع كما احترام لهم بس أنا أتكلمش عن مين أفضل أنا أتكلم على القماشة وستايل اللعبة مختلفة طيب يعني أنا بس أستأذاك لو ممكن نشوف قبل الفيديو لو ممكن نرجع قبل ما نشوف المتيريال بتاعت هايسام نشوف الأرقام والإحصائيات بتاعتها بالضبط لأن أنا عايز أقول قبل ما نصعد الفيديو أنا عايز أقول أنه وحدك ذكرت أكتر صناعة للفرص يعني يمكن صحيفة أصل إسبانية قالت أنه هايسام حسن من أعلى عشر لعيبة على مستوى العالم في الدوريات الكبرى في العالم من حيث المروغة والنجاح في المروغات رقم واحد كان أدمت دوري لعب برشونا الحالي هايسام كان ما بين أول عشر طيب لو دخلنا نشوف الإحصائيات بالضبط وبالأرقام ونشوف معدل مروغاته يعني دي نقاط قوته الأساسية لما تشوف النقاط قوته لو استعرضنا على الشاشة دي الدريبرز بتاعت هايسام حسن لما تشوف في المباراة الوحدة عدد أبريج في التسعين ديئة في التسعين ديئة 17 مروغة نسبة النجاح 80% نسبة كبيرة جدا نسبة رهيبة وهو رقم واحد متصنى في رقم واحد طبعا احنا عارفين هو معار من في الدورة الدرجة التانية الإسبانية هو رقم واحد على مستوى دورة الدرجة التانية الإسبانية الرقم ده طبعا رقم رهيب جدا لما نشوف كمان أو محاولات نتكلم عنه عنده 19 سنة كمان ده معنى أنه ده لسه البوتينشيال بتاعه عالي جدا لا لا وعنده الجرأة يعني عنده الجرأة وعنده شخصية أنه واثق في إمكانياته يعني السن ده برضو شوية حتة الثقة بالنفس وحتة الشخصية بتبقى مش واضحة أو يلازم يبقى لعب كبير قوي عشان في السن ده يبقى عنده الأرقام دي صح قيمة مظلوط نعرف المية ولما يبقى لعب في السن ده عنده الثقة دي في نفسه بتأكد لك قديه الورد ده ممايز جدا لما تشوف المحاولات الهجومية بتاعته محاولاته الهجومية في المباراة الواحدة هتلاقي أنه بيعمل 22 طب معلش دي العرضية الكروسيس بتاعته في المباراة الواحدة خمسة ونص عرضية في المباراة الواحدة وهو رقم اتنين بالزبط زي ما قال فاروق في الدوري الإسباني في الدرجة التانية المحاولات الهجومية في المباراة الواحدة بيعمل 22 محاولة على المرمى نسبة النجاح 65% تقريبا ده برضو رقم وهو رقم واحد في الدوري الإسباني في الدرجة التانية طيب لو جينا نطبق قبل ما نطبق أنا كنت عايز وانت ذكرتلي ودي نقطة مهمة جدا سيد أحمد اللعيبة اللي بتاع في نفس المركز في مصر يعني هو هيديف ايه عنهم وانت قلتلي عندي ازدحام عندي تريزي جي عندي عندي طيب لو جينا نشوف هنا تريزي جي المحاولات الهجومية بتاعته المتوسطة في المباراة سبع محاولات مقارنة بحسن هيسم حسن قول لـ 22 محاولات نسبة النجاح هنا 52% بس هنا هنا مستوى المنافسة مع اختلاف طبعا المنافسة بتفرق يعني مستوى المنافسة مستوى القوة يعني بتختلف نعم مش تقليل من هيسم أنا لسه أتفرج عليه معاك نعم شوف تولوش بس يعني برضو سواء الدولي مستوى الدرجة هتتفاجئ بال هتتفاجئ بالمتيريا ولد كويس جدا الوسطى الأوروبي ولعيبي يعني ما تواجدش زيه في مصر والله زي ما انت قلت الفارق طبعا الدوريات مختلفة بس حط كمان في اعتبارك السن بيعمل الكلام ده لما تشوف الدريبز بتاعت محمود ريزجي يعني أنا بس محمود ريزجي في المركز 57 3.8 بالنسبة نجاح 55% بالزبت يعني بنكلم في حوالي 4 مراوغات حتى كاي هافرت نجمة شلسي برضو موجود برقام قريبة شوية من من 3.7 بالزبت في التسعين دقيقة بمعدل نجاح 34% بالزبت قدما تراوري طبعا هو رقم واحد 13 تقريبا محاولة أو 13 دريبل في المباراة بنسبة نجاح 70% لو شفنا مثلا مقارنة برمضان صبحي على سبيل المثال واحد من العيبة حالك زكارتها بتلعب في نفس المركز هنلاقي نفس الكلام هنلاقي انه هيسم متفوق بفارق كبير لو خلناها بعمر مرموش نفس الكلام لو جينا يعني نشوف نستعرض الأرقام بنسبة رمضان صبحي أو بتاع بنروح للسلايد اللي بعدها ده رمضان صبحي اهي بالزبت نفس المركز هنلاقي العدر كبير جدا فهو عنده الشجاعة انه هو بيعدي دايما عنده حلول فردية واضح لانه هو بيخود التجربة وبيعدي ويعمل دريبلز أكثر حتى لو شفنا محمد صلاح حتى هتلاقي برضو الفارق كبير هنا مش بنقول ان مين أفضل لكن عايزين أقول ان القماشة مختلف مختلف هيقدر يقدم لك حلول مختلفة ده نحن نتكلم فيه يعني شوفنا حتى أحصائيات صلاح هنلاقي برضو انه بتاع صلاح في المورال واحدة قال كتير جدا كمان من هيسم حاسم ده أنا حبيت نستعرض الأرقام دي قبل ما نشوف هيسم على الشاشة عشان نشوف اللي احنا بنقوله ده على الطبيعة وفي الملعب عمل ازاي ده طبعا ده أرقام صلاح 5.5 واحد بمعدل نجاح 54% بس الحتة دي توارد يعني جدا عند صلاح كمان في الفترة الأخيرة طبعا وتحسن فيها جدا جدا موسم ده واضحة قوي فيه وهو صلاح بيعرف من أين تقوك للكتف جبستان ورونالدو كان أعلى لعب في البريبل على مستوى العالم لكن بعد كده أتحول أفضل لقى مسجل على مستوى العالم أنا أفضل بالنسبة للفترة أن أنت يبقى عندك لعب أفضل لعب يعمل دريبل في الفترة ولا أفضل مسجل طبعا 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 لو نشوف بقى الفيديوهات نروح لفيديوهات هايسر حاسم ونسترد المهارات بزاعة هايسر حاسم 19 سنة بيلعب برجل الاتنين في مركز الجناح الشمال بزبط جناح الشمال وجناح اليمين واخد بلك أنا كمان لأصول تونسية ففي منافسك بها ما بين مصر وفرنسا وتونس للزفر بخدمات اللعبة تمام هو قدم الرئيسية القدم اليسفر حاسم اللي لابس الأصفر الأصفر اه لأيما كان مع فيا ريال بالزبط ده مع السكنتين فيا ريال وبعدك طبعا انتقل ميرانديز ده أمام برشونا بي هنا هو بيلعب فيا ريال بي في مواجهة برشونا بي بالزبط ده فرق الشباب عندهم ايه وهنا زي ما شايفين في القطات دي احنا هنا بنتكلم على بلعب في مركز الوينجليفت مكان ممكن ترزيجي مكان عوام مرموش زي ما تكلمني بس هو أشوال يعني هو الأساسي بتاعه أشوال شفته بيشوت باليمين بالزبط وقدر بيشوت باليمين ومساجد الأهداف باليمين بالزبط ودايما الاختيار الأول عنده ان هو يروح ويروغ واحد واثنين ودي شجعة يعني بصراحة تحساب له وحتى تصويباته على المرموة عنده الجرأ ان هو يلعب على المرموة وبفعالية كبيرة يعني لو بنشوف هتلاقي التصويبات دايما على الـ On Target حتى لو ما بتدخلش بس On Target وده مهم جدا بصوا شوف هنا المراوغة ازاي بتتخلص من اللعب بيرجع رقصه تاني ويفتح الزاوية وشوت وزي ما شايفين بيشوت مرة بالشمال مرة باليمين وعايز اقولك انه لعب مع منتخب فرنسا في كاس العالم بص هنا برضو ده ناحية تاني بقى ناحية محمد صلاح على الجانب اليمين من الملعب لعبة بتقول مع منتخب فرنسا لعبة منتخب فرنسا بص الهدف ده بص الـ Finishing بتاعه هنا قدام الجول اللمسة بتاعته مختلفة تماما انا بشايف انه لعب مستوى عالي قوي بلعب مع منتخب فرنسا تحت 17 كاس العالم وشارك معه منتخب تحت 20 كمان وولد الحقيقة لا باين يعني جدا المهارة بتاعته ولمسته للكرة حصل تواصل معاه من يعني سن صغير ده كممكن يلعب شباب يلعب اليمبي ده هنا مع منتخب فرنسا 17 هو واضح انه هو فريق عن كل اللعبة اللي حواليه كمان لا هو كمان تكوينه الجثماني واضح انه تكوينه جثماني قوي جدا بصراحة المنتخب هيستفيد منه جدا حصل تواصل معاه وسيم حصل حقيقة تواصل معاه وهو فيه كمان تواصل معاه من جانب التونسي هو الرجل أنا كلمت مع والده هو الرجل مش عايز دلوقتي ياخد القرار انه هو يمثل مين عايز انه هو يركز دلوقتي حاليا على مستوى الفريق بتاعه وولده مصري والده مصري اه والدته تونسية لكنه هو معاجل جنسية فرنسية لانه مولود وعيش في فرنسا هو رجل يقول طلبه انه هو يستنى يركز الأول مع الفريق بتاعه هو معارض دلوقتي في الدرجة التانية في إسبانيا هو عنده تنوح كبير جدا انه يرجع في ريال الفيرس تيم ويشارك بشكل أساسي وبعد كده يبدأ يشوف الاختوار الأفضل هيبقى لي ايه فيه نقطة مهمة وسيم عايزك برده اكمل على كلامك هل لو منتخب مصر اتقهل للمونديال وطبعا بنتمنى وان شاء الله ده يحصل منتخب فرنسا عن ناحية التانية في المونديال ميزة كبيرة ممكن نستغلها في الفترة الجاية ان احنا ناخد لعيب موهبة كبيرة زي ده صحيح طيب اروح معاكم للكرة العالمية واحنا اتفقنا واسيم كل حلقة ان شاء الله تقدمنا واحدة من المواب المصريين وانا عرف ان هم كتير يعني اتفاجئت الحقيقة يمكن الحلقة الأخيرة اللي شرفتنا فيها بعدد كبير جدا من الأسماء اللي هنقدمها بقى بشكل مفصل زي ما قدمنا هايسا من نهاره اروح لفاروق والكارباو كاب واحدة من الماتشات اللي كانت يعني يعني اي كلاس السنة دي ماتش على الرغم انه خالي من الاهداف لكن ابدا لم يكن خالي من المتعة فرص كبيرة طول المباراة فرص خطيرة اهداف كتير ملغية في الهتين بيلعبوا 120 دقيقة والمنافسة مستمرة لغاية صفارة الحكم واستمرت حتى الحالة دي يعني حالة الاسارة دي في ضربات الجزاء لغاية ما اخفق طبعا كيبا حالي سمار مع تشيلسي البديل في احراز دربة الترجيح الاخيرة وخصم اللقب لصالح الليفر بول ازاي شفت المباراة دي وازاي شفت صلاح طبعا بشكل خاص خمس بطولة بيحققها مع الليفر يمكن الواحد بيفرح ان محمد صلاح موجود على المستوى ده لان خلى اعتقد ان هو رفع شوية الكواليتي بتاع المشاهد المصري المشاهد المصري دلوقتي بقى يتفرج على مباريات يعني كان ممكن ناس كتير ما تشوفهاش قبل كده لكن دلوقتي نهائي بطولة اللي هي البطولة الرابعة في انجلترا ما بتقلش جودة وما بتقلش قوة عن نهايات بطولات كبيرة على مستوى العالم فمحمد صلاح خلى عند الشعب المصري ثقافة كروية كبيرة بيتابع دلوقتي المباراة زي دي شفنا المباراة كم كبير جدا من الفرس من الفرقتين وبصراحة تشيلسي يعني رغم خسارته للمباراة لكن قد مباراة كبيرة جدا شفنا المباراة زي بتتلاعب على سيناريوهات ليفربول بيمسك الكرة فترات بعد كده تشيلسي بيتناوب على ان هو يمسك الكرة ويستحوز ويشن هجمات على مرمى الخصب يمكن المباراة كان فيها بس تفاصيل صغيرة كانت ممكن تحسم اللقاء شفنا أخطاء فردية قليلة جدا من اللعبة وده كان مهم جدا في المباراة لأن المباراة دي المباراة النائية عموما في انجلترا أي خطأ فردي بيبقى بيتبروس بشكل كبير جدا وبيبقى فيه الصحافة بتستنى الأخطاء الفردية في المباراة دي ومشوفناش أخطاء فردية يمكن اللعيبة اللي عجبتني في المباراة ييجو سيلفا وفيرجل فندايك كانوا الاتنين نجوم كبار جدا يمكن تيجو سيلفا 37 سنة وبيقدم المستوى ده وشوفناه خرق كورة اللي محمد صلاح اللي انت تكلمت عليها من على خط المرمى يمكن صلاح كان شوية كان ممكن يعمل فنش أفضل من ده شوية يمكن ده شوية لكن صلاح طبعا قدر يسجل طيب هكمل معاكم كلام وخصوصا كمان أنه فيه حاجات مرتبطة بتجديد صلاح مع ليفر بول مستجدادة أسمحها من فاروق عصام وسيم أحمد بس محلنا نروح لفاصل ونكمل بعد الفاصل مع حضراتكم في السادس طبعا خلينا أقول لحضراتكم أنه كلام على هيسم حسن اللعب المصري الفرنسي مزاوج الجنسية اللي احنا قدمناه النهاردة يمكن يكون أهم حاجة بتتقلل النهاردة ويمكن تكون كمان الحقيقة ونحن نتكلم في النقطة دي مش بنتكلم بغرض أن نحن نكلم المشاهد أو نكلم جمهور الكرة لكن نحن كمان بنكلم المسؤولين لأن الأولاد اللي قدمناهم واللي هتشوفوهم بالتفصيل في الحلقات اللي جاية من السادسة ممكن جدا يكونوا قوة ضربة لمستقبل الكرة المصرية واللي مش عارفين نلاقيه محليا ممكن نلاقيه بره وإحنا مش داريانين أو إحنا مش عارفين أو إحنا مش سمعين عنه حاجة والأهم من ده أنه إزاي هتحصل عملية التواصل يعني وسيم أنا عارف طبعا أنه متواصل مع أغلب الأولاد دول لكن أنا بكلم عن التواصل الرسمي إزاي ده ممكن يتم ده مش ممكن يتم عن طريق سكايب ولا مكالمة تليفون ولا مكالمة آآآ لا ده الموضوع محتاج سعي ومحتاج مجهود وإنجاز التعبير كمان ممكن يكون محتاج زيارات ومحاولات الإقناع لأن الأولاد دول شايفين مستقبلهم بره ومنهم اللي بلعبوا في منتخبات تحت السن يعني منتخبات شباب ومنتخبات أوليبية لدول كبيرة جدا في كرة القدم لكن ما زلت بأكد أن إحنا عندنا فرصة الأهم أن إحنا نحسن استغلالها خصوصا في حالة هيسم أنه كمان زي ما أنت كنت لسه بتقول هيسم فيه منافسة مع تونس وتونس كمان مهتمة جدا أنها تاخد الولد لمنتخبها الأول طبعا واسمح لي يا أسر أحمد يعني خلينا أقولك أن اللي بتقال عندنا في مصر بدون تحديد يعني أسماء بعينها لكن اللي بتقال بشكل عام بتقالك هو لسه عايز يفكر اللي مش عايزنا ما يجيش مع كاما احترامي الأمور كذلك ما حالك قلت تونس بتتصرف بشكل مختلف تماما طب ليه تونس بتتصرف بالشكل ده هل يعني الجنسية التونسية مش حاجة ذو قيمة مثلا إحنا مصر الجنسية مصرية أعلى قيمة طبعا لا كلها يعني كلها جنسيات متساوية بس في الآخر أنت لازم تكون عندك كلان وخطة للمستقبل الكرة المصرية ويجب أن تبقى عرف أن اللعبة دي هي لها الحق أن تلعب لأكتر من دولة يمكن الوضع يختلف لو اللعب ده آه طالع من مصر وتربى في مصر وابتدى أما يطلع يقولك لا أنا أفكر ساعدتها تقول له لا معلسش مع ألف سلامة لكن اللعب ده عايش في فرنسا مع جنسية مصرية بحكم الولد لك عمره ما جاء مصر مع الجنسية التونسية كمان فأنت لازم تبقى عارف أن أنت داخل في منافسة جديدة مع فرنسا ومع تونس أن أنت لازم تفوز بالولد ده ولازم يبقى عندك تكتكس في التفاوض تبقى عارف إيه الأوراق القوة اللي عندك اللي تقدر من خلالها تكذب الولد ده وإيه الأوراق الضعف اللي أنت تحاول أنت تتبعد عنها البروجيكت اللي أنت هتقدمه للولد ده في تونس بلونت هتيجي هتلعب معنا مثلا أساسي هتشارك معنا كاس عالم وهكذا أنت في مصر لازم تعرض عليه تقول له هتيجي هتعتمد عليك هتكون داخل القوام الأساسي مش لازم بشكل أساسي يسمع البروجيكت ويعرف ده موجود في كل حتة في العالم وزي ما فاروق كان لسه بيقول يعني إن شاء الله إذا ما نجحنا في أن احنا تقهل كاس عالم فرصة الولد أنه يلعب مع منتخب فرنسا تكاد تكون معدومة في ظل وجود نجوم كبار جدا في المراكز دي لكن فرصته في مشاركة إن شاء الله لو وصلنا كاس عالم مع منتخب مصر ممكن تكون عارب له ودي حتى ممكن أنت كمسؤول عن الكرة في مصر تعبت تستغل لها شكل كويس هستغل لها ملاعب شاب عنده طموح أنه يروح يلعب في أندية كبيرة في أوروبا كاس العالم هو أكبر ماركت للعيبة موجودة في أي بطولة يعني أي بطولة لو قرنتها بكاس العالم عدد الكشفين أكبر عدد الممثلين الأندية موجودين ممكن تلاقي إدارات الأندية موجودة في أغلب المباريات فهو أكبر ماركت للعيبة الصغيرة موجودة على مستوى العالم فتواجد في بطولة بالحجم ده وإنت عندك 20 سنة هيبقى فرصة كبيرة ليه طبعا مش يحصل عليها مع منتخب فرنسا حتى تواجد في القائمة أو التشكيلة الأساسية وبعدين هو زي ما قال الوسيم دلوقتي إقناع لعيبة الصغيرة بتمثيل المنتخبات زي وزي الماركت العالمي في سوق الانتقالات أنت بتحتاج تلعب على نقاط القوة عندك وبتحتاج تغري اللعب سواء بقى قدمت له مميزات في الملعب أو مميزات خارج الملعب لكن حتى نستغل وجود محمد صلاح دلوقتي محمد صلاح لعيب عالمي كل لعيبة العالم بتتمنى أنها تتواجد في فريق واحد مع محمد صلاح ويمكن هو يمكن في المستقبل يحقق صنائية ممتازة مع محمد صلاح فده ممكن فرصة ونقطة أن أنت تستغلها صحيح نرجع تاني لصلاح ونرجع لكرباوكب كان نقل شيء بشيء يسكر وكان نقطة في المتعلق مية بس حبيتها أنا مش من هوات أن أنا أجرح في حد أو أن أنا أهاجم حد لكن بحط الغور في نصابها الصحيح زي ما بيقولوا والتواصل لا يجب أن يتم تليفونيا أو بشكل بسيط وسهل مع النجوم دول كلهم مش بس هيسم أي نجمة من النجوم المصرية الموجودة برا من حقنا كدا أن نحن نحاول معاهم مرة واثنين وثلاثة وبكل جدية عشان يكونوا موجودين مع المنتخب مصر وبالتأكيد تيشت منتخب مصر شرف لأي لعب برضو في النهاية أنه يرتدي نرجع لكرباوكب ويمكن كان معايا خبر النهاردة يعني محتاج تعليق منكم برضو أنه يورجي كروب تواصل مؤخرا مع دارة ليفر بول وطالب منهم بشكل واضح وصريح أنه ضرورة التجديد لمحمد صلاح بمنتهى السرعة في وقت ليفر بول عنده أزمة كبيرة جدا لأن عود السلاسي الخطير فيرمينيو ساديو مانيه محمد صلاح تنتهي في 20-23 بالتالي هو مطالب بالتجديد لو عايز يحافظ على السلاسي يعني للتلاتة دي هتبقى مشكلة كبيرة لإدارة ليفر بول خصوصا مع مطالب صلاح طبعا اللي بيعكسها المردود اللي هو بيقدمه مع الفريق لقطة مانيه لفتت نظاركم وعرضوها إزاي في مستقبل السلاسي دول مع ليفر بول يمكن ليفر بول أو إدارة ليفر بول لو بتفكر بشكل يعني فيه شوية هدوء كده هيلقوا أنه هم لو لجأوا لسول الانتقالات لتعويض محمد صلاح أو ساديو مانيه مفيش لعيبة حاليا على مستوى العالم سواء كأجنيحة في أي فريق في أوروبا بمستوى محمد صلاح وساديو مانيه برضو من اللعيبة يمكن نقول من أفضل خمس أجنيحة على مستوى العالم فأنا لو فردت في لعيبة زي دي لعيبة مش هتطر روح أتفعلها أصلا رسوم انتقالات من نادي تاني أنا أستغل رسوم من الانتقالات دي وقدم لهم الامتيازات اللي هم عايزينها وأعتقد أن هم قدموا الليفربول والجماهير اللي يشفع لهم أن هم يطلبوا امتيازات سواء على مستوى العقد أو سواء على مستوى المكافئات اللي طالبينها في تحقيق البطولات في المستوى فأعتقد أن الليفربول مع الوقت هيقدم العروض المتفق عليها مع ممثلين محمد صلاح وساديو مانيه وهيتم التجديد لهم يمكن نقطة ساديو مانيه شوية كتت ملخص مباراة الكرباو الخروج ساديو مانيه كان غضبان جدا لأن الراجل جاي بطل أفريقيا ويا جماعة عمل إيه تاني عشان تخرجوا محمد صلاح وتسيبوهنا في الملعب يعني هو يمكن ده لسان حال ساديو مانيه هو طبعا ساديو مانيه العيب متواضع والعيب جيد جدا لكن برضو هو الراجل جاي بطل أفريقيا أنت بتخرجنا أنا وبتسيب صلاح في الملعب رغم أنه ما سجلش ويمكن مستوىنا في المباراة كان متقارب شوية لكن يورجون كلوب عارف أن محمد صلاح من فرصة واحدة ومن لعبة مرتدة واحدة يقدر يكسب ليفربول اللقب وطبعا الملخص الثاني كان خروج إدوارد مندي اللي هو أفضل حارس في العالم وشوفناه في المباراة ناعدة المتخب الماضي ست نيكبا هينزل بقى ايه عارف؟ ما فيش ولا ضرب الجزاء مش ممكن عشر ضربات جزاء ومنهم لطة غريبة أنه وقف في نفس الزاوية اللي شات فيها في فيرجن ماندايف فكانت غريبة جدا وحتى كيبا نفسه في نهاية قبل كده مع مابوريتيو الساري رفض يخرج في الديئة 120 ننزل ويلي كابيرو وشوفنا توضع كبير جدا من إدوارد مندي أنه هو يخرج في الديئة 120 عشان ينزل حارس تاني وهو حارس متميز حتى في ركلات الترجيح فكانت بصراحة لقطة غريبة من تخل جماهير تشيلسي كلها بعد المباراة في اللقاءات قالت إحنا استغربنا في الملعب وإحنا حتى ندينا إدوارد مندي أنه يكمل بس استغربنا تغيير تغيير كيبا لأن كيبا مش حارس حتى مميز في ركلات الترجيح وهو الحقيقة مندي كمان كان لعب جيم كويس جد يعني مندي هو ساعة شلسي بشكل جديد أنهما يوصلوا 120 دقيقة من غير ما يخش فيهم هدفك أطلقتها غريبة جدا ولكنها في نهاية خطأ من توماس توخ الأهدى اللقب خصوصا أنه كيبا هو اللي ضيع كمان ركلة الترجيحة الأخيرة والليدة اللقب تأثر من وجهة نظرك معنوانا على شكل المنافسة في بطول البريمير ليجي يا واسيم لا شايف يعني هي المنافسة واضحة ما بين منشستر سيتي وليفر بول أمور واضحة وليفر بول أعتقد البطول دي بديد له كمان دوافع أقوى للاستمرار في المنافسة خاصة أن الفرق بقى صغير جدا ما بين وما بين منشستر سيتي لكن أنا أعيز رجع للنقطة بتاعت تجديد عقده السلاسي لأن برضو في نقطة يجب نحطها في حزبان سيد أحمد وهي عامل السن ما هده اللي مأخروا المفاوضات أنه فيه برضو حسابات أخرى عند الإدارة أن ما يجي من بصر محمد صلاح وسادي وماني لعيبة النهاردة ممتازة جدا ومن أحسن لعيبة على العالم كله في مستوى العالم كله ولكن عامل السن عندهم 30 سنة فأنا مش هقدر أعمله عقد طويل الأمد لازم أبدأ أتكلم في عقد سنتين والتالتة اختياري هو ميسي ورونالدو وإبراهوموفيتش مش كسر القواعد يعني هو محمد صلاح وسادي وماني وغيرهم يعني ما يقدرواش يعودوا ويواصلوا النهار بتتكلم على ركريستان رونالدو 37 سنة أعلى راتب في الماني وإبراهوموفيتش أكبر منه كمان لكن من اللي يضمن من اللي يضمن أن صلاح هيكمل لحد الـ 38 أو الـ 35 أو سادي وماني أنا أظن أنه صلاح هيتوفر له اللي هو عايزه لكن سادي وماني شوية زي ما كان بيكلم فاروق شوفنا بنشوف في كل مباراة أو في كل فترة فيه مناوشات كده تقول أنه هو مش مبسوط أو مش في أفضل أحواله في ليبر بول يعني قبل كده لو تفتحه كان فيه خناقة برضه مع يورجين كلوب امبارح أو في المباراة أسف النهائي أمام تشلسي خارجه هو متدايق هو حيث أنه دايما نمبر تو بعد محمد صلاح أظن ممكن يعني فيه كلام شوية بالنسبة لسادي وماني لكن صلاح أعتقد الأمور إن شاء الله هتتجدد لصلاح في المينيو برضو ممكن يتم التضحية به خاصة مع وجود ديجو جوتا وأعتقد أنه في المينيو يعني هيكون هو الأقرب للرحيل ويمكن كمان كدوم لويس دياز شوية الولد ده كويس جدا كويس جدا جدا كولومبي هو كولومبي لأنه هو بيتواجد في مركز سادي وماني الجناح الأيصر فيمكن ده برضو يكون مؤشر للخروج سادي وماني في المستقبل صحيح بمناسبة سادي وماني والتجديد ويعني وموضوع ليفر بول خليني أخد مكو برضو نقطة في متلق أمي وإحنا دخلنا على مواجهة السنغال وعموما يعني دون الأكاديميات في أفريقيا وإزاي سهمت في أنها تعمل طفرة في الكرة الأفريقية أنا لما تفرجت الحقيقة على منتخب السنغال وزايه برضو أقدر أقول كوات ديفوار ومن قبلهم القوات التقليدين يوجيليا والكاميرون ووضح أن الأكاديميات التي تفتحت في أفريقيا سهمت بشكل كبير جدا في أنها تعمل نقل نوعية في مستوى المنتخبات دي ويمكن منهم جنراسيون فوت أعتقد برضو كان بالذات مع منتخب السنغال وسادي وماني نفسه أعتقد خليج جنراسيون فوت ده حقيقي وزاي ما أنت بتقول يعني خلي أقولك أنه لما تجي تشوف أكتر عشر دول أفريقية مصدرة لمحترفين لأوروبا هتليني تمانية منهم من العشر دول من غرب أفريقيا اتنين بس في شمال أفريقيا اللي هما الجزار والمغرب وطبعا ده معروف السبب أنه طبعا قرب المسافة واللغة واللغة إزاي بتبقى سهلة لكن تمانية منهم من غرب أفريقيا وده قايم زي ما حداك قلت وزاي أحمد على الأكاديميات جنراسيون فوت على سبب المسال أكاديمية قامت فكرتها في سنة 2000 ويمكن اللي أنشأ الأكاديمية دي أو نادي جنراسيون فوت هو لعب غيني سابق كان اسمه مادي توري الحقيقة كان ليه جملة شهيرة جدا وتبين لها مدلول مهم جدا قالك قبل ما أعمل الأكاديمية دي حاولت أن أنا أطلع لعيبة أفارقة وقد ديهم أوروبا كان دايما بتقلي جملة واحدة أن اللعبة دي بتفتقد لشيء ما مش بخليهم ينسجموا أو يتأقلموا فقررت أن أنا أعمل الأكاديمية الأكاديمية دي تسد النواقص أو تقلل الفروقات اللي تخليهم بعد كده يقدرون هما لما يسفروا يقدرون هما يتأقلموا وينجحوا ولو ناخد بالنا ده ما يفكركش بحاجة وستاذ أحمد لو تفتكر مثلا عمر زاكي يعني الفكرة مش بس الخروج الفكرة إزاي تتأقلم وتنجح وده اللي حصل مع جراسين فوت عمر زاكي لما خرج في نص موسم كسر الدنيا مع ويجن وبعدين رجع الكير بعد طول نزل لأن في فروقات فعلا في الثقافة وفي حاجات كتير جدا تخليك أن انت ما تنسجمش وتستمر طب ده مثال قديم شوية لو تتفي معي فاروق في مثال قريب رمضان صبح رمضان صبح خرج وكلنا بنقول أنه عنده بوتانشو عالي جدا ووثقين أنه هيبقى زي صلاح ويسير على نفس الخطأ رجع بسرعة جدا للدور المصر فهنا ده اللي عمله إيه الفرق ما بين الأكاديمية دي والأكاديميات احنا عنده الوقت في مصر بتسمع كتيرا أن فيه أكاديميات في مصر بس إيه الفرق يا سيد أحمد أكاديميات هنا في مصر بتلاقي اللعيب أو الولد بيروح أهلوا بيتفعلوا الاشتراك بيروحوا يتمرن ساعتين تلاتة ويروح لكن الأكاديمية زي جنورسين فوت اللي بمناسبة سبع لعيبة في كاس أفريقيا الأخيرة اللي فازي بياس نغال كانوا خارجي جنورسين فوت بتعمل إيه بتخلي العيبة تروح تسكن تاكل تتغزى تتمرن وتدرس كل ده داخل الأكاديمية وبالتالي بيعرفوهم إزاي يتغزوا تغذية صحيحة صناعة شخصية اللعب المحترف المنتالة اللي خلت صلاح يعدي ويفرق ويوصل دول طبعا لحراركم شايفينهم لعيبة بيعابة بيعابة في أكبر الدوليات وأكبر عندها تاوتن هام باي ميونيخ نابولي كل دول خارجي أكاديمية كم مليون يورو بقى موجود في الصورة دي تتكلم على نصف مليون ودلوقتي الفيفا كمان طبعا زي معارفين إن هي حقوق رعاية اللعب في مرحلة الشباب والنشرين بأي انتقال بيحصل للعب طول ما سير وفي أندية على فكرة بتعتبر محطات رئيسية من الخارجي أكاديمية جينراسيون فوت يعني حسب ميتس الفرنسي جينراسيون لحد الوقت ياخد مبلغ ونسبة على أي صفقة انتقال لأي لعب خرج من أكاديمية ده قانون في الفيفا حتى المولين العرب لحد الوقت بيستغل القانون الملك محمد السادس برعاية الملك اتصرف عليها 13 مليون يورو بيتواجد فيها 30 غرفة فيها 100 فرد بيباتوا بيأكلوا بيشوق خلاص المعظمة بقاش ان انت تروح لساعتين وترجع لأ هم طبقوا نفس النموذج ده خرج منها لعيبة كبار جدا موجودين حالياً في أوروبا أمهم يوسف النصير يلعب إشبالية ونايف أكرد اللي كان موجود في بطولة الأمم وحمزة منديل فده مستقبل قادم للكرة في بلدك لان انت تستفيد من اللعيبة دي على مستوى المنتخب وبعد كده تستفيد منهم مادياً بشكل جيد جيد الناس يمكن اللي فهمت الدنيا رايحة الفين هي دي اللي بنلخصها فكرة الرؤية الفيجن ناسك عندها فيجن وطبقتها من خلال ميشن خدت فيها خطوات فعلية احترافية بسطت الموضوع على انه صناعة واتجارة ورياضة ونجحوا الحقيقة على التلات مستويات بشكركم شكراً جزيلاً يمكن ما يكلم ناسف كتير من الموضوعات المرتبطة يعني بالمسابقات العالمية لكن تالي الكلام اللي قلنا النهاردة في منتها الأهمية وخصوصاً فيما يتعلق طبعاً بفكرة ان استغلال المواهب سواء اللي موجودة برة وتحاول انك انت تستفيد بيها للمنتخباتنا الوطنية أو اللي موجودة جوة وتحاول انك انت تصدرها وتفكر انك انت تتوفر لها البيئة الكويسة عشان تقدر تنجح في مشوارها والاحترافي في الخارج بشكركم شكراً جزيلاً وان شاء الله نتقابل قريب في السادسة بإذن الله يكون لنا وقت أطول نتكلم فيه عن كل العالمية بشكر فاروق عصام واسيم أحمد شرفت ونورت في السادسة شكراً لكم بشكر حضراتكم على المتابعة على كل خير نتقابل وبإذن الله قادرين نعمل نتيجة كويسة في مبارات سف حتماً ولا بد تحياتي لحضراتكم واشوفكم على كل خير